متابعي مصراوي في كل مكان معكم محمد وبكر من صالة تحرير موقع مصراوي وقرارات تاريخية واعادة هيكلة لكل نظام السنوية العامة بداية من المرحلة الاولى في السنوية العامة اولى سنوي لحد وصولا الى المرحلة النهائية والاخيرة في المرحلة السنوية وهي الصف الثالث السنوي قرارات تاريخية وقرارات مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية هتنعكس بالطبع على العملية التعليمية وهتنعكس على الطلاب وهتنعكس على اولياء الامور خلوني اوضح لحضراتكم ان النهاردة وزير التربية والتعليم كان في مؤتمر تم عقده من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تواجد فيه وزير التربية والتعليم واعلن خلال المؤتمر عن كل القرارات التي تخص العملية التعليمية بداية من حل الكسافات الطلابية بداية من اعادة هيكلة المرحلة السنوية العامة وصولا الى حل والسعي لحل مشكلة الدروس الخصوصية طبعا اهم حاجة دلوقتي بتهم كل اولياء الامور وكل الطلاب ايه اللي هيحصل بالضبط في المواد المتعلقة بالسنوية العامة الفترة اللي جاية لان الكرارات كتيرة والكرارات ممكن بعض من اولياء الامور يكون حابب ويتأكد منها فانا هبدأ مع حضراتكم واحدة واحدة وضح لحضراتكم بداية من اولى سنة والحد تالت سنوي الكرارات بتقول ايه وبتتضمن ايه بالضبط بكل التفاصيل اللي تحتاجوها معايا خلال اللايب وطبعا اي استفسارات تقدروا تسألوني خلال اللايب واجاوب ان شاء الله على حضراتكم في البداية خلونا ندى نتكلم عن الصف الاول الثانوي ايه اللي حصل فيه فأولى سنوي هيتم تدريس فيها ست مواد بدل من عشر مواد تب المواد اللي هيتم تدريسها في الصف الاول الثانوي هتشمل ايه بالضبط معانا هوضحها لحضراتكم في البداية اللغة الاجنبية التانية اصبحت مادة نجاح والرصوب خارج المجموع الكيميا والفيزياء اللي اتنين تم ضمهم في مادة هيكون اسمها العلوم المتكملة فبالتالي ما بقاش في عندنا مادة اسمها كيميا والفيزياء بقت اصبحت مادة العلوم المتكملة اللي بتحتوي علىها شقين الكيميا والفيزياء هيتم كمان اعادة تصميم مادة جغرافيا عشان يتم إلغاء دراسيتها في أولى سنوي وتصبح مادة تخصص الشعبة الأدبية في الصف الثاني سنوي يعني الجغرافيا هنلغيها معانا أو هتفرغي بالنسبة لسنة أولى سنوي عشان تدخل معانا في تانية سنوي تصبح مادة تخصص تبع الشعبة الأدبية لدينا الشعبة الأدبية والشعبة العلمية فطبعا الجغرافيا تخصص للشعبة الأدبية فبالتالي المواد اللي هيدرسها طلاب آآ أولى سنوي في العام الجديد هي اللي هوضحها لحضراتكم حالا عندنا اللغة العربية عندنا اللغة الأجنبية الأولى عندنا التاريخ عندناrones عندنا العلوم المتكاملة اللي هي الفيزياء والكيميا لكن خلاص طم دمي دمهم في مادة واحدة ليها مادة العلوم المتكملة عندنا الفلسفة والمنطق دي بالنسبة للمواد اللي بتضاف الى المجموع. طب ايه هي المواد اللي مش هتوضاف معنا للمجموع هيكون معنا التربية الدينية واللغة الاجنبية التانية. ودي هتبقى مواد نجاح ورسوب. يعني الطالب هيذكرها ويمتحن فيها بشكل طبيعي. لكنها لا تضاف الى المجموع. الاساسي هي مواد نجاح ورسوب فقط. دي ابرز التعديلات للصف الاول السانوي. اللي لسه داخل معنا برضو خلال اللايج يعني تابع معنا. انا هرجع اوضح تاني ايه ابرز التعديلات لكن خلينا نوضح التعديلات تباعا لحد ما نوصل لتالتة سنوي التعديلات اللي تمت. تم اجراءة تعديلات محدودة على مناهج الصف الثاني والثالث السنوي في ضوء نواتج التعلم ومراعاة عدم وجود تقرار في المحتوى والمراجعة العلمية الدقيقة وتحديث ما يجب تحديثه وده كله في اقتار مراجعات دقيقة بالتأكيد طبعا. فخلونا اقول لحضراتكم ايه هي المواد اللي هيدرسها الطلاق. اللغة الاجنبية التانية هتصبح زي ما وضحت افعالكم او بالزبط زي اقولها سنوي هي مادة نجاح ورسوب. يعني مادة لا تضاف الى المجموع مادة الطالب يدرسها ويمتحن فيها بشكل طبيعي. لكنها لا تضاف الى المجموع الاساسية مادة نجاح ورسوب فقط. هيتم اعادة مادة الرياضيات او مواد الرياضيات احنا عندنا الرياضة البحثة عندنا الرياضة التطبيقية عندنا اكثر من فرع لمادة الرياضيات. كل الفروعة دي هيتم دمجها او هيتم اعادة تصميمها عشان مادة الرياضيات تبقى مادة واحدة معنا. طبعا يعني مادة زي مادة الرياضيات كيميا الفيزيه احنا بنتكلم في ان دول هم بعض على السنوية العامة. كل الطلبة لما تيجي تكلمهم في السنوية العامة كل الطلبة الأنين من الكيميا والفيزياء. الأنين من الرياضة. أهم مواد السنوية العامة هم اللي صدر فيهم التعديلات النهاردة برضو عشان يكون واضح مع حضراتكم. هنكمل برضو ووضح لحضراتكم باقي القرارات كانت في ايه? بالتالي عدد المواد اللي هيدرسها طلاب تانية سنوية هيبقى ست مواد بدل من تمن مواد. بالنسبة للشعب العلمية فاحنا عندنا هيدرسه ايه? هيدرسه العربي واللغة الاجنبية الاولى والرياضة والاحياء والكيميا والفيزياء. احدى التساؤلات المهمة جدا اللي بتدور في الاطار ده. طب القرارات دي مفترض يبدأ تطبيقها من امتى? هيتم العمل بالقرارات دي في العام الدراسي المقبل اللي احنا اللي هيبدأ. عشرين اربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين على ان يتم اضافة مادة التاريخ بدل الاحياء في العامين الدراسيين المقبلين. تمام? هوادح برضو بحضراتكم المواد اللي هيدرسه الطلاب تانية سنوي بالنسبة لشعبة ادبي هتكون ايه? عندنا اللغة العربية عندنا اللغة الاجنبية الاولى عندنا التاريخ عندنا الجغرافية عندنا علم النفس والرياضيات. طبعا يعني اللايف ده يعني خلال اللايف لو مقدرتش او محتاج توصل لمعلومة تانية معينة بعد اللايف بتلاقي اللايف موجود على صفحة مصراوي تقدر تتابع مرة تانية وتعرف منه كل المعلومات اللي انت محتاجها. بابا بابا السنوية العامة. اهم مرحلة في حياة الطلاب او اهم مرحلة بالنسبة له مياه السنوية العامة. بتمثل بابا كبير كل الطلبة بتقلق من السنوية العامة كل اولاية الامور بتعمل السنوية العامة يعني خلوان لحضراتكم الف اعتبار. كلنا اكيد كنا في السنوية العامة وكلنا عارفين ومدركين اهمية السنوية العامة وازده هي بتكون سنة مصيرية في حياة عدد كبير جدا من الطلاب. واكتر تساؤل بيدور دلوقتي. ايه هي ابرز التعديلات? وايه هي التعديلات بقى بشكل عام اللي حصلت في تالتة سنوية? هل هي تعديلات صغيرة? هل هي تعديلات كبيرة? هل فعلا حصل حسف مواد? هل فعلا تم اضافة مواد التساؤلات كتيرة خلال الساعات اللي فاتت عن تالتة سنوية وايه اللي هيحصل او حصل فيها بالزبط? فخلوني ابدأ اوضح لحضراتكم بالزبط ايه اللي حصل بالنسبة لتالتة سنوية? وهو كالآتي. اول حاجة احنا عندنا اللغة الاجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة مادتين هم اصبحوا خارج المجموع لا يضافوا الى المجموع مواد رسوب ونجاح فقط. جيولوجيا يا مادة تقيلة جدا في السنوية العامة ومادة مهمة جدا في السنوية العامة ومادة يعني فارقة مع الطلاب جدا. طالب كان بيدرس الكيمياء الفيزياء الجيولوجيا كان بيدرس الاحياء فتخيل ان ان اصبح للطالب الان مادة اللغة الاجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة خارج المجموع تماما لا يضافوا الى المجموع. اللغة الاجنبية التانية اصبحت خارج المجموع برضو بالنسبة لتشبه تعلم رياضة وزي ما وضحت لحضراتكم هيتم اعادة تصميم مادة الرياضيات. طلاب علمي علوم هيدرسوا كده خمس مواد. هم ايه بقى? اللغة العربية والاجنبية والاحياء والكيمياء والفيزياء. طب طلاب الشعب تعلمي رياضة هيدرسوا ايه? هيكون خمس مواد بدل من سبع مواد. اللغة العربية واللغة الاجنبية والرياضة والكيمياء والفيزياء. فانت بتتكلم مني الرياضة هيتم دمجها او اعادة تصميم عشان تبقى مادة واحدة. وده قرار يعني لأي طالب داخل علم رياضة اكيد هيكون قرار مهم واكيد قرار يعني هيفرق مع الطالب في ضغط المذاكرة معه اثناء مرحلة السنوية والدراسة وضغط الدروس وضغط يعني حاجات كتير جدا هتفرق مع الطالب بالنسبة للقرار ده. الشعبة الادبية هتصبح مادة علم النفس واللغة الاجنبية التانية مادتين نجاح ورصوب غير مضافين للمجموع. يعني مادة علم النفس خلاص كده طلعت برا المجموع مادة علم النفس المواد المهمة جدا برضو في الشعبة الادبية ومادة تقيلة ومادة فيها معلومات مهمة جدا وبتعتمد على الطالب ان هو يكون حافظ المادة بشكل كبير عشان يقدر يستوعب ويقدر يفهم اسئلة كتير جدا في الامتحانات بقى بشكل عام مش في الامتحان بس في الامتحان هو بيحلها على مدار العام وفي الامتحان النهائي في العام. فبتالي تم الغاء امتحان علم النفس آآ تم عفوا تم اعتبار مادة علم آآ النفس ومادة اللغة الاجنبية التانية مواد نجاح ورصوب لا تضاف الى المجموع فيصبح اجمالي اللي هيدرسه طلاب الشعبة الادبية خمس مواد بدل من سبع مواد في التلات سنين الجاية. عشان تصبح المواد كالقاتي اللغة العربية اللغة الاجنبية الاولى تاريخ جغرافية احصى. يبقى تم الغاء مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية او مادة اللغة الاجنبية التانية بقوا مواد نجاح ورصوب فبالتالي الطالب هيدرس خمس مواد بدل من سبع مواد بس عندنا العربي واللغة الاجنبية الاولى بالنسبة للطالب والتاريخ والجغرافية والاحصى. دي كل قرارات وزارة التربية والتعليم او كل القرارات اللي وزير التربية والتعليم اعلن عنها سواء في بيان صحفي صدر عن الوزارة او من خلال المؤتمر اللي كان او من خلال مؤتمر رئيس مجلس الوزارة اللي تكلم في وزير التربية والتعليم عن القرارات الجديدة. خلوني برضو اوضح لحضراتكم يعني ابرز الخطة الخاصة بزارة التربية وتعليم خلال الفترة اللي جاي عشان تحل قزمة الكسفات الطلابية وده بشكل سريع عشان ارجى اوضح لحضراتكم تاني واختم معاكم اللايب اوضح لحضراتكم ايه هي بالزبط القرارات الجديدة. خطة مواجهة الكسفات الطلابية هتعتمد على اكتر من مرحلة واكتر من حاجة معانا. اول حاجة المباني التعليمية هيتم حصرها عشان يتم استغلال المباني الفارغة. مباني فاضية ما بيتمش استغلالها عشان يتم استغلالها في التدريس وفي الفصول. دي اول نقطة. النقطة التانية المدارس السنوية هتتنقل لفترة مسائية. والفترة الصباحية هيتم استغلالها للمدارس الاعدادية. والمدارس الاعدادية خلال الفترة اللي هي مش موجودة فيها بقى. نفس الفترة هي. هيتم استغلالها للمدارس الابتدائية. فبالتالي انا بحل ازمة الكسفات الطلابية. او ده توجه وزارة التعليم لحل ازمة الكسفات الطلابية. وطبعا هيكون فيه مرونة في الموضوع ده. عدد ايام الدراسة هيزيد يوم عشان يبقى خمس ايام تعليم اكاديمي بدل من اربعة. وهيكون في يوم سادس للانشطة. هيتم استخدام فكرة الفصل المتحرك. وزارة التعليم كمان وضح ان فكرة الفصل المتحرك دي هي فكرة سائدة في الخارج وبيتم استخدامها بشكل كبير من خلال تحريك فصل في المرحلة. عشان يبقى في غرفة مسع النشاط او غرفة تربية رياضية. وتم استغلال الفصل ده في حل كسفات طلابية. وعلى سبيل المثال تم تجربة الموضوع ده في بعض المدارس اتضح ان هو خفض كسافة الفصل من تسعة وستين طالب لاربعين طالب. هيتم زيادة ايام التدريس بالتالي. لواحد وتلاتين اسبوع. عدد الحصص هيبقى ثمن حصص. وهيتم ومش هيتم طبعا المساس بالساعات التعليمية. نقطة مهمة اخرى من اللي تم الاعلان عنها وتم الكشف عنها وهي استراتيجية مواجهة عجز المعلمين. فيه عجز في المعلمين? ايوة فيه عجز في المعلمين رغم يكسر اعداد المعلمين المتواجدة حاليا. ده ايبها هي الاستراتيجية او الخطة عشان نحل الازمة دي معانا. وزارة التربية والتعليم هتبقى مستمرة الفترة الجاية في تطبيق المبادرة الرئاسية الخاصة بتعيين تلاتين الف معلم سنويا لان الخطة دي لاقت نجاح كبير جدا الفترة اللي فاتت. كمان الوزارة هتعمل على تفايل قانون مد الخدمة وده بالنسبة للمعلمين اللي خرجوا على المعاش ولكنهم عندهم لسه القدرة ان هم يدرسوا فيتم الاستعانة بيهم. هيتم التعاقد مع خمسين الف معلم بالحصة في مختلف الادارات التعليمية حسب حاجة كل ادارة. وهيتم توجيه الادارات عشان تعيد توزيع الحصص للمواد والمعلمين وتتجنب الهادر اللي بعض الادارات بتشكو منه. كمان هيتم الاستعانة بالخرجين لاداء الخدمة العامة وده هيكون بالتعاون مع وزارة التربية والتعاليم مع وزارة التعليم العالي والتضامن الاجتماعي. وهيتم زيادة الفترة زمنية للتدريس زي ما وضعتها لحضراتكم. كانت قبل كده ثلاث عشر اسبوع هتبقى واحد وتلاتين اسبوع. هيتم زيادة الحصة بمقدار خمس دقائق. وطبعا ده هيرفع قدرة التدريس بنسبة تلاتة وتلاتين في المية. ودي ابرز توجهات وزارة التربية والتعليم لحل ازم الكسافة والفصول الدراسية. وكمان ابرز توجهاتها لحل اه مشكلة عجز المعلمين. طبعا لسه داخل معنا اللايب اولو داخل من شوية ولسه ما يعرفش الكرارات فانا هاختم مع حضراتكم ووضح لكم والكرارات مرة اخرى بدائم المرحلة تقولة سنوي استمرارا للصف السالس السنوي. اه واللي بشكل كبير هيعود على الطلاب يعني اعتقد خلاص يعني هيكون في ضغط ضغط كبير جدا على الطالب مش متاح خلاص مش هيبقى موجود معال فترة اللي جاية. مواد تم اضافتها مواد تم حسفها مواد اصبحت خارج المجموع. فخلينا اوضح لحضراتكم الكرارات مرة اخرى. فتم اعادة تصميم المناجي الخاصة بصف الاول السنوي عشان يبقى ست مواد بدل من عشر مواد. اللغة الاجنبية التانية اصبحت مادة خارج المجموع. الكمية والفيزياء تم مدمجهم في مادة العلوم المتكاملة. هيتم اعادة تصميم مادة الجغرافي عشان يتم الغاءها في السنة الدراسية اللي هي خاصة باولة سنوي. وتصبح مادة تخصص في السنة التانية. ما بين الشعبة الادبية والشعبة العلمية طبعا الطالب يدخل الشعبة الادبية هي مادة تخصص تبع الشعبة الادبية. عدد المواد اللي يدرسها الطلاب هتبقى زي ما اوضحت لحضراتكم ستة بدل تمانية. هتكون عبارة عن العربي والانجليزي اللي هي اللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والرياضة والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق. المواد خارج المجموعة هتبقى عبارة عن التربية الدينية واللغة الاجنبية التانية هي مواد نجاح ورسوب الطالب يمتحن فيها بشكل طبيعي لكنها خارج المجموع الاساسي وده فيما يتعلق بالصف الاول السنوي. تانية وطالتة سنوي تم اجراء تعديلات فيهم برضو هوضحها لحضراتكم وهي كالقاتي. اللغة الاجنبية التانية بالنسبة ليه. اللغة الاجنبية التانية بالنسبة لتانية سنوي اصبحت مادة خارج المجموع. فبالتالي هيتم الاستفادة من الوقت اللي كان مفترض ان يتم تدرسها فيه في دراسة وتقوية اللغة الاجنبية الاولى. كمان هيتم اعادة تصميم مادة الرياضيات عشان تصبح مادة واحدة. بالتالي عدد المواد هيكون سيموضح لحضراتكم ستة بدل من ثمانية. المواد بالنسبة للشابة العلمية تبقى اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والرياضة والاحياء والكيميا والفيزياء. هيتم العمل بهم طبعا ده تسوى المهم بداية من السنة القادمة السنة اللي احنا فيها. يعني بداية المرحلة الدراسية اللي هي عشرين وعشرين وعشرين وعشرين. المواد اللي يدرسها الطلاب بالنسبة لتانية سنة وشعبة ادبي. هيبقى مادة اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس والرياضة هيتم إعادة تصميم بقى محتوى صف الثالث السنوي ودي أهم نقطة كانت معنا ومتواجدة حاليا برضو خلال اللايب فمادة اللغة الأجنبية التانية والجيولوجيا وعلوم البيئة هيتم اعتبرهم مواد لتضاف إلى المجموع لغة الأجنبية التانية خارج المجموع المواد الرياضة هيتم إضافيتها في مادة واحدة طلاب شعبة أدبي مادة علم النفس بالنسبة له ما تبقى مادة خارج المجموع فبالتالي هيدرس طلاب شعبة العلم علوم خمس مواد بدل من سبعة وياللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيميا والفيزياء طلاب الشعبة علم رياضة هيدرسه خمس مواد بدل من سبعة العربي واللغة الأجنبية الأولى والرياضة والكيميا والفيزياء وكمال بالنسبة للشعبة الأدبية هيدرس الطلاب خمس مواد بدل من سبعة وياللغة العربية والأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحسن نقطة كمان مهمة جدا معنا برضو يعني هبرزها لحضراتكم خلال اللايب قبل تقليل المواد وقبل اعتبار بعض المواد خارج المجموعة لو كان بالنظام يعني الطبيعي للسنوية العامة فكان المجموعة الكلية للسنوية العامة وصف الثالث السنوي من ربا مية وعشرة درجة دلوقتي المجموعة اصبح تلتمية وعشرة تلتمية وعشرين عفوا المجموعة الكلية وده بيشمل مواد المتضاف للمجموعة والمواد يعني ده المجموعة كل بالنسبة لطالب السنوية العامة عامة الشعبة الادبية زي ما وضحت لحضراتكم يبقى معهم اللغة العربية واللغة الاجنبية الاولى والتاريخ والجغرافيا والاحصى المجموعة كل بتاعهم تلتمية وعشرين درجة شعبت الرياضة هيبقى معها لغة العربية ولغة الأجنبية الأولى والرياضة والكيمية والفيزياء مجموعةهم يبقى 320 درجة شعبت علمي علوم هيبقى معهم لغة العربية ولغة الأجنبية الأولى والإحياء والكيمية والفيزياء وده هيكون مجموعة هم 320 درجة يبقى دي أبرز القرارات اللي تم اتخاذها النهاردة من وزارة التربية والتعليم بشأن المرحلة السنوية إعادة هيكلة المرحلة السنوية المجموعة الكل أصبح 320 درجة كان يسألنا خلال اللايف عن ممكن من البداية مرة أخرى ورجعنا بدأنا ووضحنا مرة أخرى القرارات وأبرز القرارات اللي تم اتخاذها ووضحنا أيضا المجموعة الكلي كان فيه تساؤل عن المجموعة الكلي هيكون كام ووضحنا المجموعة الكلي أصبح كام بعد القرارات اللي تم اتخاذها من جانب وزارة التربية والتعليم ونكون برضو متأجدين مع حضراتكم على مدار اليوم وعلى مدار الأيام الجاية في رصد أي قرارات جديدة تخص العملية التعليمية سواء على موقع مصراوي أو من خلال المنصات المختلفة نشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة منتظرونا في لايفات جاية